السلام عليكم ومرحبا بكم من الناس الجياس كارت تجهر مع اخبار شبيب القبائل يزيد ياريشان رئيس مجلس ادارة شبيب القبائل يتحدث عن استقبال المنافسين الافريقيين في رابطة ابطال افريقيا وش من ملعب سنقول ذلك قبل ذلك لايك على الفيديو اعبوني في القناة وتركونا تعليق يزيد ياريشان رئيس مجلس ادارة شبيب القبائل سنستقبل منافسينا في المنافسة الافريقية اما بملعب خمسة جوليا او بنسبة كبيرة في ملعب مصطفى تشاكير نعيد جماهير شبيب القبائل بتقديم موسم ينيق باسم وتاريخ الفريق اطلب من جميع جماهير تشجيع الفريق فقط ودعم اللاعبين لمنحهم الثقة اللازمة نعويل كثيرا لجمهورنا هذا الموسم وهو احد نقاط قوة الفريق الادارة تقوم بدورها كما ينبغي ووفرت كل الظروف لضمان تحضيرات في المستوى ادوات صريحة يزيد اياريشان المهم الحاجة اللي اسمها داركزو عليها منافسة كأس ربيطة ابطال افريقيا قال لك بنسبة كبيرة في ملعب مصطفى تشاكير لما عادش في تشاكير راو في خمسة جوليا واش رايكم اجمع عطينا تفسير لهذه مصطفى تشاكير هل يخرج على شبيب القبائل؟ أنا نظر باللسان جوي خير يخرج شوي على شبيب القبائل شبيب القبائل تعرفت الان في خمسة جوليا خير من تشاكير هذا رأيي المتوضع ان شاء الله اطلحنا ولي في الخير يجيبه لشبيب القبائل اعطينا رأيكم هل ملعب تشاكير يخرج على شبيب القبائل؟ أم خمسة جوليا وراه يعول بزافة الجمهور نتمنى التوفيق للشبيب في منافسك سربيطة ابطال افريقيا فيف جي اسكا مع اخبار جديدة لايك على الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق مع الفيديو جديد واخبار جديدة السلام خوتي